اشتركوا في القناة اضطر السيارات اليوم ما تطلع للشارع وبهيش حالة راح تخوف ازمة الازدحامات تدمر كبير من قبل المواطن البصري بسبب شحة الوقود وهناك يعني كلام كثيرة دور في الشارع البصري بان اليوم الوقود يهرب الى اقليم كردستان سبب غلاء اليوم البنزين باقليم كردستان هو اليوم سبب رئيسي بشحة الوقود في محافظة البصرة يعني ليس من المعقول انه محافظة كبيرة وعملاقة وهي اللي بيها النفط والخير وبيها كل الواردات اليوم تعاني من شحة الوقود اليوم المواطنين يشكون من هاي الازمة اللي ربما قد تكون مفتعلة ولحد الان منعه شن الغايات السياسية او عبادها السياسية على مدى الايام المقبلة لكن شن سبب افتعال الازمة بالوقت الحالي وشن تداعيات اليوم زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة البصرة خليكم يا نا مشاهدين انا ستعرف على تفاصيل اكثر من خلال ضيفي اللي موجوده يانا عبر السكايب راحب بضيفي الاستاذ حيدر عبد الجبار مدير هيئة توزيع الجنوب سابقا نحيا كرلا استاذ حيدر اهلا وسهلا نحياكم الله نعم استاذ حيدر شون شوف اليوم ازمة الوقود في محافظة البصرة والله تقريركم يقول يعني ازمة اذا تركزون هس جائس اكو صوت جايس صدق موجود انا اسمعك الصوت واضح نعم استاذ حيدر تفضل يعني هو مو ازمة بمعنى الازمة حقيقة نعم قالوا نعم احنا انا كنت قبل قليل بالشارع يعني مو ذكي الازمة او مصطلح ازمة يقول يعني هناك شحة قليلة يجوز ما شفت ازمة كبيرة في الحقيقة ولكن اذا نريد يعني نفصل مواضيع اخرى حول اسباب الازمات التصير فممكن ولكن الان ازمة كبيرة ما شفت انا يعني واحد لازم يحكي الحقيقة نعم ما شفت ازمة حقيقية يعني بالشارع الان البصري وازدحامات على المحطات مثلا المقدر انه حصة البصرة هي تقريبا مليونيا ونص لتر مليونين ونص فاذا قلت هاي الحصة رح تصير تنعكس على الشارع البصري لانه السيارات ازدادت والاستيراد بشكل بشكل مطبيعي كل شخص العائلة صار عدت ثلاث سيارات واربعة وخمسة بالاضافة الى انه هناك الكلام اللي يدار او يتكلم علي اكثر الناس وجنابكم طرحتوا بالتقرير ما لكم حول التهريب واسباب التهريب التهريب مو ولد الان التهريب قديم يعني من الالف وان وان لحد الان وجود التهريب بشكل عادي مو بس بالعراق في كل دول يعني حتى بالدول المجاورة في ايران وغيرها موجود التهريب فحول القوة الامنية والسيطرة من خلال هذه الدولة ممكن القضاء على التهريب ممكن القضاء على التهريب من خلال الاتمة يعني ادخال نظام كومبيوتر رئيس محترام ممكن نسيطر عليه منالك اكو بحوث وحاول تقدم الى الكثير من الجهات الرسمية والله العظيم هذا يقضي على التهريب بشكل كامل هو التهريب مو فقط ترى المادة بازين او القاس ونالك الاسود ونالك الكثير من المنتجات كلها تهرب والسبب هو مثل ما جنابكم قلت فرق الاسعار فرق الاسعار ما بين الدول لانه اكو دول الان سعر البنزين او سعر الجاز اعتم مرتفع جدا لانه المنتج وعدهم غير مدعوم احنا هنا بالعراق عدنا مدعوم فلذلك يعني هذا يشجع التهريب كذلك هناك اسباب اخرى للتهريب الداخلي كيف اعتم هذا الشيء اكو مثلا الشركات والمعامل معينة يجب ان تشتري المنتوج سواء القاس او البنزين او المنتجات الاخرى تشتري من الدولة بالسعر الاستيرادي بالسعر الاستيرادي هذه الشركات اللي اعتها هذه السيارات والمعدات لازم تشتري من الدولة بسعر الاستيرادي اللي هو مثلا 800 للتر هو موجود بالبنزيخانات بسعر 400 القاس فهذه تود السيارات مالاتها بشكل عادي اللي هي بالعشرات الى المحطات وتشتري هنا طبعا راح يصير فدأزمة كبيرة المفروض هاي السيارات تروح الى الشراء من خلال السعر الاستيرادي وهنا فدقاب كبيرة يعني السعر المدعوم ب400 هم يشترون هم المفروض عليهم ب800 فيروحون الى الشراء المباشر من المحطات فالصير فالصير أزمات هناك مناطقية مناطق قليل حتى ما بين المحافظات هنا أقل هنا أكثر فلذلك يصير هم كذلك انتقال للمنتوج للزراعة ما اكو سيطرة يجب ان تكون هناك سيطرة ونظام كمبيوتر للسيطرة على كل هذه العمليات فينتهي بعد لا تصير أزمة ذكرون وراء 2003 كان الفرق كبير ما بين البانزين والقاز داخل العراق وخارجه فكانت عملية التهريب جدا كبيرة عندما ارتفعت الأسعار قل الفرق ما بين العراق والدول المجاورة والدول الأخرى تقريبا 80% من التهريب انتهى بقى مثلا المنتجات الأخرى مثلا الأسود مثلا النفثة لان يعطى إلى مثلا معامل أو فتحي بسعر مدعوم جدا والفرق كبير يبقى هذا عملية التهريب وهذا ممكن بشكل بسيط السيطرة عليها السيطرة عليها أول شي تذكرون بالأهد يعني سابق الثمانينات والتسبيلات التسعينات كان هناك منظومة عظيمة لمال الأنابيب للمنتجات النفطية فلأنه كان ينقل فكانت نسبة التهريب تكون قليلة جدا جدا إذا وضعنا شبكة أنابيب محترمة لنقل المنتجات النفطية بكل يعني بكل بالأنابيب فأنا أقول لك عملية التهريب يقضى عليها بشكل 98% زين إسلام حيد ربرايا كل يوم يجد يصار عمليات التهريب شون السبب يعني أحد أهم الأسباب السبب الاقتصادي فارق الأسعار لأن نحن جاي نبيع بالسعر المدعوم وأكو مثلا بالسعر المدعوم يباع للمواطن ونالك أكو شركات ومعامل المفروض أنه تشتري بالسعر الاستيرادي وكذلك تدري هسا أربعمائة أكو بلدان ودول ينباعدها بألفين دينار عراقي نحن نبيع بأربعمائة ففرق يعني اللتر بأربعمائة بأربعمائة بينما في دول أخرى ينباعد بألفين وأزل من ألفين فلذلك يصير هاي عملية التهريب نعم فلذلك يجب أن يكون سيطرة سيطرة من قبل يعني جهات القابية يعني يعني الاستخبارات وأنا أدعو مثلا قبل كان مكتب مفتشي العام موجود كان عمل كلش قوي نعم وأذكر بخصوص أستاذ حمدان من اللي يغيب دورهم وماكو حملات رقابية على هذا والله بال دورات الانتخابية لغوا مكاتب مفتشيين وكان سأذكر بالخير أستاذ حمدان كان مفتش العام كان المكتب مالي جدا نشط وحد من شغلة التهريب بشكل كبير جدا يعني لو ترجع مكتب مفتش عام لو الياخذ الامن الوطني دور قوي كله كل استخبارات دور قوي أعتقد بالإضافة إلى منظومة الأنابي يصير بها ننقل ينتهي هذه العملية بس أنا ما جاء أشوف الآن يعني مثل سامق الآن أفضل بكثير اللي أشوف أنا نعم نعم أستاذ حيدر خليكي نرح نشوف التقرير لعدو أن زملانا في مكتب البصرة من بعدها نرجع لعلق على الموضوع يبدو أن البعض أراد معالجة الازدحامات في الشوارع الجنوبية الأمر الذي أدى إلى تهريب مادة الوقود إلى أقليم كردستان وترك المحافظات الأخرى في شلال تام بعض المحطات أغلقت والأخرى لم يبقى لها سوى ساعتين أو ثلاثة وتغلق كما أغلقت المحطات الأخرى أمس لا يوجد بنزين ولا اليوم وهذا سبب الذي يعرفون يقول حشب سمعنا يقولون أنه الشعيبة لا يوجد الشعيبة لا يوجد بنزين لا أعلم صح أو لا لكن لدينا هذه الكمية بعد ساعة ساعة يخلص هذه الكمية لدينا من البرحة إذا خلص سوف يصير الأمر سوف يصير أزمة طبعا لأنه مواطنون يجون يجون بنزين هي بدت من البرحة والله هي تعودنا أزمة ولا أزمة وهذا حاليا البونزين هي متعودين على الأزمات يعني هاي شغلات نحن تعودنا على كل شي المواطنون بدورهم أكدوا بأن شحة الوقود ستؤدي إلى شحة سير المركبات في الشوارع البصرية وتؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل مسيرة الحياة بعد الناشط جهات المعنية أن تنظر بحال وحال هذه السيارة الإجرة والخصوص يعني كل فهواي علينا يعني مو شي سهلوها فعلا أنا تشت بسليمانية المقودة المنزين المحسن اللترا بألف ومئة وخمسين والعادة ثمانمئة وخمسين أهم شي خلي البصراء خلي مصقعة البصراء ظلم إنسان فقير نساكن عن حقه وإحنا وذولا كردستان أصلا مو شمال العراق أوروبا صايرة أهلا لا يا أبي يحفر الشارع يجي لك لازم وراء سنتين ثلاثة يالله عمروني الخط ما كو خطوط ما السير ما عدني والله نظام ما المرور ما عدني الشارع ما عدني لحد دلال من 2003 لحد دلال الشارع ما المرور ما عدني البنزين أزمة الوقود في محافظة البصر خير كون ويانا مشاهدين أرجعوا يا ضيفي أستاذ حيدر تعليقك على التقرير حضرتك ذكرت أنه ما كو أزمة لكن من خلال التقرير شفنا هناك تدمر كبير من قبل المواطن حول هذه الأزمة تعليقك والله أنا سألت من خلال الاتصال الحصة قلت وراح يرجعونها الحصة بدأتد العالم الآن المنتوج في كل العالم ارتفاع لأن ارتفاع سعر الخام وصل لـ 88 إلى 90 بالإضافة هذا رح يؤدي إلى أن المصافي العالمية اللي يجيلها القاز اللي يجيلها النفط الخام رح ترتفع ترفع أسعار فبالتالي الآن الاستحلال العراق يستورد قاز ويستورد بانزين فرح يستورد بأسعار عالية فيؤدي فهذا ينعكس على الحصة على الحصة لكل محافظة ولكن أنا أقلك إذا كان هناك مصافي في العراق والله العظيم ماكو أسمع هي المشكلة أكبر من شغلة ماكو مصافي في العراق للمصافي لا 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 العراق عده ثلاث مصافي أربعة يعني مو بذاك المستوى لو كان يعني هو رازم واحد يعني كم عدد المصافي اليوم اللي إحنا نحتاج لها حتى يعني اليوم نقدر نعتمد على نفسنا وما نستورد والله يحتاج أنه في كربلا مصفو لحد الآن ما منجز سيتم سيتم مذكرة تفاهم فقط لحالة مصفو البصر الفاو 300 ألف برميل وإناك عندنا 140 ألف برميل وفي على أساس ينصبون مصافي أخرى ولكن العراق متأخر جدا في موضوع المصافي وهنا المشكلة مشكلة أكبر من أزمة مانزين ولت والله أزمة يعني بالحكومات السابقة كانت أزمة خيادة أنا ما أجلس جزاء الحكومة يعني ما بعدها يعني توصل لسنتيا بس هو صار 18 سنة المفروض ستعرض عدنا عشر مصافي ولكن هناك دول تدفع لعدم وجود مصافي في العراق لكي ينطر عراق دائما معتمل على غيرها نعم غايات هاي الدول أسمع هذه الدول شوفي أقفت اسمي أمن أمن الطاقة أمن الطاقة العالمي أمن الطاقة العالمي هذا يقول أنه جميع الدول المنتجة للنفط يجب أن يكون عندها أزمة غذاء أزمة ماء أزمة صناعة لكي تبقى معتمد على الدول الصناعية والدول الصناعية يصير عندها أزمة طاقة لكي تبقى معتمدة عليما على الدول المنتجة والرابح الوحيد فقط الدول العظمى لأمريكا وروسيا تبقى متحكمة في السوق العالمية في السوق العالمية فلذلك ما أعتقد هناك انفراجة إلا بقرار وطني شجاع يجب أن نبني مصافي والله ما أقوله اليوم الأسواق العراقية من المسيطر عليها أسأل عالمية عرفنا من الوقات العراقية اليوم من المسيطر عليها دول العالمين مسيطرة على كل الأسواق من العالم ومس بالعراق لأن المفروض عندنا عشر مصافي تدرين اللتر البنزين أو البرميل اللي نصدره هسه بثمانين لو كانت عندنا مصافي يمكن أساس أرى 300 دولار 400 دولار نعم نحن نصدره بثمانين الآن وفرحانين مفروض عندنا مصافي ونصدر النفط ونصدر منتوجات نصدر قاز نصدر منزين نحن نصدر كارثة هاي نعم ست هاي مشكلة كبيرة يعني لكان العراق الآن في بحبوحة كبيرة جدا لكان الآن المدخولات المادية للعراق كبيرة لو كان عندنا مصافي لو كان عندنا معامل بترو كيميائيات وكان ما يحرق هذا هذا يطلع من عدة أسبد طلع من عدة بويري مارات طلع من عدة آلاف المواد من البترو كيميائيات ومن المصافي هنا المشكلة احنا ما نكذب شغلات بسيطة احنا لك ديش صار ان 18 سنة ما عندنا مصافي هنا سبب من المسؤول عليها لازم يتم التحقيق بهذا الموضوع زيني برايك أي وزارة معنية بإنشاء المصافي نعم أي وزارة معنية بإنشاء المصافي طبعا وزارة النفط الحكومة بيأكملها همات القيادات نعم يعني من ضمن وزارة النفط وسيط حكومة بيأكملها كل الحكومة هذه المتعاقبة مسؤولة وتتحمل المسؤولية لأنه لو أكو مصافي الآن ماكو مصافي ومعامل بترك كيميائيات والمصانع مش تغلق بطالة ماكو الدخل كل بطالة أبت صفر الصيق الدخل العراقي اللي كل فرد الآن عايش فيه راحك تامة لأن الآن نحن الدولة الأولى في العالم كل لأن عدنا كل المقومات لأن نكون دولة محترمة غنية ولكن فقط ما عدنا لا القرار ولا الوطنية ولا الانتمار هذا الوطن هو هذا ما عدنا فقط زيني برأيك الآن حيضا يعني مو المفروض اليوم وزارة النفط هي ترسم خطة للحكومة العراقية تقدم لهم طلب بإنشاء المصافي يعني يوم المسؤولية الكبرى مو المفروض تقع على وزارة النفط ما عدنا مصافي يهي ما عدنا مترقاميات ولو سبب في تعطير المصانع تقع على تقدي العراق يمشي صحيح إرادلنا قائد نحن محتاجين إلى قائد حقيقي قائد شيئا أستاذ حيدر رباياك اليوم أكو أياد خفية أو سياسية أو يعني أحزاب هي وراء اليوم عدم إنشاء المحطات بالعراق أصدك المصافي عفوا المصافي مية بالمية أكو أياد خفية نعم مية بالمية أكو أياد خفية وقلت لك يعني هي سياسة إذا العراق اختفى ذاتيا من القاز ومن البنزين وصار عندها كميلاويات ما يحتاج إلى حل يصير صاحب قرار فساد يختفي الفساد ينتهي بعد كلها عائشة زيانة أمورها زيانة بعد فساد يختفي فلازم يوجد العراق لازم يكون محتاجا غيره لازم تكون أزمة منتجات لازم تكون أزمة كهرباء على مدى العراق يبقى محتاجا غيره بس استاذ اليوم البصرة هي يوم النفط هي يوم الخير يعني المعيب نقول اليوم أكو أزمة أو شحة بالوقود بيها أو مثلا اليوم بالنفط أو بالغاز أو بقية المشتقات هو بس هاي معيب يعني ماكو ولا مصطع عدنا تشعين مصطع كان يشتغل بمئة تشعين مصطع ولا مصطع هذا مو معيب مصافي ما عدنا هذا مو معيب مطاعش الغاز يهرق هذا مو معيب مجاري ماكو هذا مو معيب كله معيب كل شي معيب يعني نحتاج إلى قائد شجاع قائد ما متحكمه بيه غيره هذا اللي نحتاجه ما نحتاج إحنا محطة لو نحتاج لا نحتاج إنا قرار ونحتاج إنا واحد عند انتماء لهذا الوطن الانتماء للوطن نحتاج وطنية نحتاج غيره على الشعر نحتاج حب للوطن نحتاج يعني برايك سياسي المحاليين ما عندهم انتماء الوطن هم لو كنتماء للوطن ما كان عندك نقص في المصافي لو كنتماء للوطن ما كان السكهرباء ماكو لو كنتماء للوطن الآن مو زراعة ماكو دي جاء الفراد جاي نكفل وان نروح انا بعد عشر سنوات اذا اختفى النفط بالعراق هو النفط خزين خزين داخل ارض العراق مئة سبعة اربعين مليار عشر سنوات عشرين سنة خمسة عشرين سنة ينتهي ولا قطرة نفط العالم مين الناس تتعيش لا صناعة لا زراعة كل شي ماكو شون راح تعيش العالم الاجيار في خطر وانا اكرر ان المرة الالف اجيار العراق في خطر الان احنا لمدة عشر سنوات 15 سنة عايشين ولكن العراق مقبل على ضياع اذا ابقت هذه الوضعية يجب الانتباه الى هذا الموضوع كان من المفروض ينتبه لهذا الموضوع ويرسم خطة رصينا لتفادي هذه الازمة ويرسم خطة رصينا برأيك نعا برأيك اليوم من المفروض يرسم خطة رصينا لتفادي هذه الازمة يعني في حال لا سمح الله بالمستقبل انه صارت حتى نحافظ على الاجيار المقبلة من الضياء مفروض أولا أكتكاتف الشعب وإيجاد دولة يجب إيجاد دولة وهذه الدولة ترسم للأجال ما تعيش يومها عيب إحنا جاينا نعيش يومنا فقط طلعا صارت أزمة ولا صارت أزمة هنا نقطع ذي كهرباء هاي عيب هاي مو تفكير دولة مو تفكير يعني ناس يريدون يبدون دولة يتفكرون ما اليومهم صارت أزمة خلالك هنا صارت أزمة أزمة خلالك هناك إحنا لازم نرسم مثل ما العالم كانت نرسم بعد 10 سنوات كنو راح يصير لازم نحضر البعض 25 سنة و20 سنة وضع رايح إلى كارثة إحنا مع الاعتباد على النفط هذا أكبر خطأ وخطأ كسير راح تدفع أولادنا أو أولاد أولادنا راح يدفعونه زين فيجب وضع خطأ والانتباه يا مرجعية يا حكومة يا قيادات وطنية يا شرفاء العراق الوضع فيه خطر بعد 20 سنة 15 سنة هذا النفط يخلص ماذا راح يعيشون هاي الناس ما راح يكلون بعد 20 سنة و15 سنة مثل ما حضرتك ذكرت العراق مقبل على شنو بعدها على كارثة كارثة اقتصادية زين إذا أسدت الاعتماد الوحيد على المدخول فقط على النفط إذن ما لدي 95% على النفط إحنا نعتبد زين مين الراتب بعد تتبيعين تتبيعين نفط تتحصل الراتب تتبيعين نفط تاكنين تتبيعين نفط تستوردين الأكل الأكل من برة الخاشوقة من برة المشط من برة شنو عندك يتبيعين برة كل من خارج العراق لا عندنا مصانع لا عندنا زراعة يعني شوف كارثة انت للعلم الماي المياه هذاك وأزمة مياه كبيرة راح تحل بالعالم كله وكل جاي الدراسات تؤكد إنه هنالك أزمة مياه كبيرة زين أزمة مياه وعندك الآن إحنا 42 مليون بعد 10 سنوات راح نصير 53 مليون بعد 20 سنة راح نصير 65 مليون 25 مليون راح نزداد بعد 20 سنة هاي شنون يعيشون ميرح ورح يشتغلون ورح ورح لهم دولي عندك الدول المجاورة إيران و تركيا راح يزدادون 50 مليون 50 مليون معنات طلب كبير عن ذلك أستاذ حيدر برأيك اليوم الحكومة العراقية عندها علم أنه النفط بعد 20 سنة و 15 سنة هو على وشك النفط؟ الحكومة العراقية والقيادة العراقية أنا ما أحكي على الحكومة أنا أحكي على القيادات لأن الحكومة يجيب القيادات ما يعني نال الله ونالله راجعون والله ما أدر يا ست يجيب أن يجيب السؤال إلى الحكومة وإلى القيادات هل تعرفون أنه بعد 20-25 سنة العراق ما بين الفط؟ هل تعلمون أن الوضع كارثي؟ هل تعلمون أنه بعد 20 سنة راح نزداد 25 مليون؟ ميرتوفرون مفرس عمل؟ ميرتوفرون مؤكين؟ حتى هواتف تكون بعد ما يكون الموظفين والمتقاعدين يعني إذا نفط ماكو طبع اليوم ماكو تعمل إذاتي إذا تهل نفط من العراق عيش ماكو لأننا نعتمد على النفط 100% مورواتم ماكو عيش ماكو أكل ماكو لأتي ما عندك زراعة والعراق بلد السواد بلد النهرين هو قبل ثلاثة آلاف سنة غرد العالم كله هوي وكل العالم كله نعم زراعة ماكو وعندك راح تزداد 25 مليون والنفط راح والماء راح يخلاص هنالك أحد هنالك رازم واحد يفكر احنا ملتهين بالقشور وعيفين الليف ما نفكر بزيب أنفسنا هل سنة هاي شراعة يشيلة؟ يعني ما نقول اليوم الحكومة ملتهية بصراعات السياسية وعيفة هاي الأمور على صفحة مثل ما يقولون يعني بعد 20 سنة و15 سنة هاكو أجيال هاكو أطفال ذا تكبر رايدا مستقبل إلهي زين ذا نفط خلاص ما يخلاص ما راح تعيش العالم شون تأكل شون تشرب اليوم بالعراق هيا هاي الله شاهد أرسالي ثلاث سنوات أقاتل في هذا المشال يا معودين يا أهل الغيرة يا شرفاء العراق انتبهوا إلى هذا الوضع ما راح يخلص صناعا ما أتكم أتكم يا تسعين مصنع ليش ما تشغلون هين مصافي ليش ما نسوون أسأل على مثلا السعودية والإمارات متنبهين إلى هذا الشيء عندهم استثمارات السعودية عندها ثلاثة تريليون قاعدت استثمار خارج السعودية يعرفون هذا الشيء الإمارات قاعدت استثمار خارج ما نستثمارتها إلا العراق يعني ذا هي الخلافات السياسية اليوم مصرعات مستمرة فأكيد ما عندهم مجال يفكرون بمصير العراق والعراقيين فأكيد اليوم المصالح الشخصية هي الأساس والأول اليوم التوكل بعد الأخطر هناك خطورها مات القروض نعم جاي نتجي أي قروض أكو بلدان أكو بلدان وقيادات يعني عاشوا في ظنك وما راحوا لقروض لأن فوق هذا الشيء أنت راح تتحملين قروض بعد عشرين سنة وثلاثين سنة التي استعمل عليك يعني راح تصير مشكلة أنه أنت راح تطالبين بعد عشرين سنة بتسديد قروض والنفط ما راح يكون موجود في حالة من الحالات يعني هما يكون نفط بلدان سنديد للقروض من تبيين الهمام من تبيين من تجيين القروض زي المشكلة الأكبر من هذه إحنا إذا زودنا الإنتاج الآن مثلا إحنا فتلا أربعين سنة ويخلص النفط إذا زودنا إنتاج النفط أبو كان ما أربع أبو كان ما أبو كان ما ستين سنة ويخلص راح يخلص بثلاثين سنة لأن هي معادلة أنت عندك مئة وسبعة وربعين يعني حاليا العراق ويشبه راح يغرق بديون زي باتور عقوة من يخلص النفط العراق شو راح يسيد الديون اللي بدمته انتوهيلي إلى هاي الفقرة الخطيرة نعم أنت الآن إجمالتنا هي الاحتياط إنتاج دا اليومي أربع ملايين في ثلاثمائة وستين سنة يعني راح يكون تقسمين المئة وسبعة وربعين بتقسيم ثلاثمائة وخمس يعني ثلاثمائة وخمس ثلاثمائة وستين سنة في أربع ملايين نعم لكفيك النفط تقول ستين سنة زيان إذا زاد الإنتاج التؤهيقي إلى زادة الإنتاج وبه كان ما يخلص بستين بسبعين سنة راح يخلص بثلاثين النفط يعني رعا جاي نقرب نقرب الأزمة إلى أجيالنا جاي ندمر الأجيال أنا ما أفكر بنفسي والله العظيم ما أفكر بنفسي أفكر بأولادكم يا عراقيين بأولاد أولادكم يا راهي يعيشون زيان جاي نتكمل بقروض نازم مستحقة بعد 20 سنة أنت أحسن عندك شحب الأموال بعد 20 سنة ونبع لازم يتعفي معناته جاي نبيع أولادنا جاي نبيع أولادنا يا ناس هذا الموضوع المهم أنا جاي أحكي كحرقة عراقي حرقة مواطنة بعده زيان ليش وقت تبقى الحكومة غافلة عن هذا الموضوع هي يا حكومة هايل قبلها 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 يعني صارت ممتعسة لا حكومات متعاقبة تجي تحكم العراق لكن ما شكنا أي حكومة سوى تحل البلد هو جدا جدا سهل يجب استيراد شحنة كبيرة من المواطنة من أحد البلدان الوطنية إلى العراق وهذا اللقاح يجب أن يزود على كل عراقي لقاح المواطن لكي يحب الوطن لكي يحب البلد لكي يحب الأرض ويجب أن نستورد وطنيين نعم أستاذ حميد اليوم رئيس الوزراء برفقة وزير النفط زار محافظة البصرة برأيك سداعيات هذه الزيارة اليوم شو نمكن نضيف للمحافظة والله أنا مو سياسي أنا رجل فني أو أتكلم ورجل متطلع على اقتصاد متطلع على الاقتصاد عني خبرك نفط ورجل فني أما السياسيين فأنا دحها للسياسيين الله يبعدنا إن شاء الله من التفكير في هذا المجال أنت اليوم كمواطن عايش بالبصرة مو سياسي اليوم رئيس وزراء يزور المحافظة اليوم شو نممكن يضيف لها يقدر يحل مشاكلها اليوم برأيك اليوم أنتوا كأبناء البصرة ش تحتاجون من رئيس الوزراء يعني إذا أنت شخصيا مواطن قابلت شنو ممكن تطرح عليها شاء الله تلي تحتاجها بمحافظة البصرة اليوم شنو ينقص المحافظة حتى كل اللي طرحته إياك بساعة أقل لي تموا بالزراعة تموا بالصناعة تموا بالمواطن برطالة شتو منفكب الآن أقل لي ها سيادة رئيس الوزراء ترى العراق اللي صار لثمانت آلاف سن لمعايش العالم الآن هو بلد فقير زراعية يا رئيس الوزراء عندنا مئة وتسعين نصنعوا هاك فليش من السبب وشنو الأسباب قد نحكيها حننطعوا صين شفافين والعالم يا رئيس الوزراء أصلاف ماك وليش شنو السبب قد نقعد كله هنا ونحن لسبب ذاك وسبب يا رئيس الوزراء خبراء عراقيين بأمريكا وبريطانيا وكل التوال جاي ديرون البلدان قندس عليهم ذولي ناس خوش ناس وعندنا دا بالعراق خلنبح على الخيرين ووجودين بس ما يحبوا نسحمون الآخرين يعني خافون أكو ناس وطنيين داخل العراق خافون يسحمون هم تركيباتهم مهيكي بس ذولي عقود رئيس الوزراء خلنستثمر بالصورة الصحيحة خلننبع العالم كل واحد عده طمع وكل واحد عده فساد نقعده ونقل له يا حتى ترى الخطر إذا أجي بعد 20 سنة على أولادك سيتقضى عليهم أنت عايش مرتاح بس أولادك حيتقضون لازم نقعد بيت واحد عراق واحد ونحلم وشاكلنا ونفكر بأولادنا زين يعني أستاذ حيدر شون الحلول حتى نتفادي أزمة يعني شوحة النفط بعد 20 عام أو 15 عام شون الحلول أول ها الحل حرك الله بك أولا الحلول أنه منزود الانتاج النفط لكنك سؤال مهم بحاجة عني بدقة قنية متلاعية أولا أنا من الأربعة تسعين لحد الآن ماكو مكان ما اشتغلت بنفط البصرة مدير هيئة مشاريع نفط العراق مدير اقتجاد النفطية وعدة مناصب فالحل الوحيد أول عدم زيادة الانتاج المحافظة على الانتاج بعد 10 سنوات أمريكا بريطانيا دول أوروبا كل الدول راح يخلص النفط يبقى النفط فقط في فنزولا وفي كم دولة فلذلك راح يرتفع السعر بعد 7 سنوات راح ترتفع الأسعار جدا سعار النفط راح ترتفع لذلك يجب هذه الوفرة المالية نستثمرها بالصناعة والزراعة بشكل كبير بعد مرة نسوي بالقطاعات النفط والنفط بعد مجرد يجينا نستثمر الأموال بالزراعة والصناعة نسوي مصانع نسوي زراعة محترمة نسوي محطات تحلية مياه نسوي شبكة أنابيب لنقل المياه أنا كنت عندي مشروع اسمه قلادق القامش اللي هو أربط الخليج وصعد القناة هذه إلى سوريا هل سننعوف سوريا خنودي القناة قناة المياه من الخليج نصلها إلى النكف أو فوق من النكف على طول هذه السير مايماكو راح يكون نشحة مياه نصب محطات تحلية محطات تحلية وهذه محطات تحلية بصفة محطات كهرطاء تعتمد علمية بخاطية وبذلك راح تنفر الكهرباء ونفر مما يحلو وهذه المكان راح نسوي زراعة فنهتم بالزراعة وغلطول القناة راح تكون مصانع فنهتم بالصناعة كفرة المالية السنوات القادمة كفرة مالية جدا في كل العراق بعدها راح يكون نفط مكول فهذه نفرح الخطة موجوبة الدستور عليها الدستور على واحد على آخر عدة خبرات وكفاءات ليش الحكومة ما تستعين بها موسيق ما تلعب عين إلى الأحزاب يردون يعني أنا مستقل لذلك موحد لا يديز على لا يديز على لكن الحاجة لهذه الكفاءات المفروض يوم الحكومة تستغل وجودهم وتستعين بخبراتهم حتى استفاد الأزمة اللي ممكن تقع على العراق في المستقبل الأزمة جاية لا محال الأزمة جاية لا محال لأن قلت لك هو نحن ما عندنا والنفط مو خزين دائم خزين وقتي عندك رقم هذا رقم شيء بعد ما زين الثاني حضرتك شخصيا يعني ما حاولت تتواصل ويها مسؤولين بالدولة العراقية مثلا أو توجه رسائل لهم في الوزير النفط أو رئيس الوزراء أو غيرهم من 2007 أنا حاكي متواصل مع كل الجهات السياسية ووضح لهم هذه الشيء تفكيرهم غير أمور يعني متواصل وعليهم علم بالموضوع كلهم رايح لهم وقالهم يا بيت رقم خطر من 2007 لا ظلت يعني من صارت ما لل التلاخيص ووراها وقبلها ولحد الآن جميع المرقعيات رحت لهم وخبرتهم جميع المرقعيات الدينية واللي بالنقف واللي بغداد جميع المرقعيات السياسية خبرتهم متكلمت معاهم يعني ما يسمعوني كإنما أسولف وبحدي أسولف أسولف وأرجع يعني صارت ما بعد سنت ناشد وتوصل صوتك لكن ماكو جدوى للموضوع على الاستجابة قناة قلقامش اللي قلت لهم يا أبا العراق ترى يخلص لنا فطوان الروح هاي من 2009 ومنشورة وعدي منشورات وموثقة من 2009 لحد الآن أنا نفس الصوت ونفس حرقة الدم وما حد يعني وإذا أرحل الزائد قد يعني خاف يصير لغير شي بس ملتزم حدي وأحكم هذا الممكن اللي أدي وعلى هو عن طريقكم عن طريق أي شي الانتباه إلى العراق العراق والله ما يستاهل اللي جاي يصير بي والله ما يستاهل يعني إحنا مقبلين على كارث يعني حسب يعني كلامك اللي ذكرته أنه إحنا مقبلين على كارثة والله ليستر يعني هاي الأجهال شنو ذنبها تعيش اليوم حصار من جديد أو حرب تكون اقتصادية أو مجاعة ممكن إحنا مقبلين عليها برأيك شنو ممكن تصف الوضع اللي يمقبل عليها العراق يعني أنا حدثة رواي وعادة مموح يعني وضع إلى كارثة العراق كارثة بعد 12-13 سنة العراق إلى كارثة يعني صراحة لا تعمل من السياسيين والمسؤولين يعني يسمعون صوتك والله أرجو من عدة مناسبة خليين تبهون نعم رسالتك اليوم أستاذ حيدا للسياسيين شنو يعني رسالتي من الآن الجلوس خلنوضع خطط لتفادي الأزمة العالم كله جاي يفكر بأزمة قادمة جاي يتفاديها إلا إحنا ما نفكريك نفكر الآن إش رأي نسوي لا خلنقعد يامعوديين خلنقعد ونفكر شنو راح نسوي عدنا مثل ما قلت لك أكوفرة مالية خلال عشر سنوات بسبب نظام النفط العالمي كل الدول راح يخلص يبقى عدنا لنزود إنتاجنا لنروح زائد لأنه خطر ثانيا عدنا حقول بالنسبة للنفط عدنا حقول في داخل الأراضي العراقية لن نتحرك بيه قد عوفها نروح إلى الحقول اللي بالحدود الحدود مع الدول المجاورة نهتم بيها نطلع النفط لأن إذا ما بادرنا وإحنا أخذنا النفط من الحقول المشتركة راح الدول المجاورة اللي تاخذ فنعوف الحقول اللي جوها للأولادنا بعد عشر سنوات خمسة عشر سنة نروح إلى الحقول المشتركة نستخدم هذا النفط هاي الموارد المالية نفتح بيها مشاريع يا أخي السنة أنا أبو بيت والدي كان أبو بيت مني فكري حطنا مشروع على موت باشر مني طعم من العمل كون يدر عليه أموال إحنا كذلك هسا رب العالمين بطينا النفط وللعلم ترى أنا كاتب موضوع إنه أكو هدر بالعالميا هدر عالمي بالثروة الكاربوهيدراتية الله ما طعمنا أننا في الطرق على مود الحرق أن نولد بكهرباء وبانزين نعم لأنه طعمنا بشكل محدود طعمنا على مود السراع على مود الأسبدة على مود الصناعة على مود الأدوية على مود الشراط العمور الصناعية لذلك بشكل عام هو التفكير الدولي مخطئ إنه نحن نحرق على مود البنزين وعلى مود السيارات وعلى مود الكهرباء نعم مو نحن نفتقد عقول راقية يكون عندها تخطيط صحيح وراء صين لتفادي كل الأزمات المخطرة على العراق أقسم بالله اتصلوا بيهم من سوينس وقلوا لتعادس ومحاضرات من ألمانيا وعدي بحوث هناك اهتموا بيهم بألمانيا وبسويس اهتموا بيهم ببريطانيا وبسويس اهتموا بيهم والآن اتصالات دق عليها على مدرس تسلون عليها في العراق ولا واحد عبرنا وبحوث بحوث على مستوى جدا عالي صراحة يعني استاذ حكومة العراقية تلتفت لخبراتكم وكفاءاتكم وتستغلكم يعني حتى تستفاد أي أزمة أو أي خطر مقبل على العراق أستاذ حيدر عبدالجبار مدير هيئة توزيع الجنوب السابق شكرا جزيئا إليك وشكرا لصراحتك وشكرا لضمامك يوميان أكيد نورتنا تحياتنا إليك تحياتكم ولكي إلى هنا مشاهدين وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تدرون يوم السابق إن شاء الله حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد تحياتكم وتحيات كادر عامل جميعا